أهلا بكم تواصل مصر استراتيجيتها لتوطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مع بناء أنظمة فضائية بتكنولوجيات مصرية خالصة تسهم في إعداد أجيال وكوادر علمية تنهض بمصر وتدعم صناعتها الوطنية وتصل بها حد المنافسة العالمية في هذا السياق تسعى مصر لإطلاق أربع أقمار صناعية العام المقبل من نوعية كيوبسات لأغراض الاستشعار عن بعد والبحث العلمي في مايو المقبل سيتم إطلاق قمر وكالة الفضاء المصرية الذي يحمل اسمه EGSA وهي التي ترمز لوكالة الفضاء المصرية كيوب ثلاثة في مايو المقبل كما أشرنا وقمر EGSA كيوب أربعة بالتعاون مع جامعة بنها سيتم كذلك في النصف الثاني من عام 2022 إطلاق أول قمر للجامعات المصرية إلى جانبي إطلاقي قمر نيكسات بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة وذلك نهاية العام المقبل أما القمر الاصطناعي المصري مصر سات اثنان وهو قمر للاستشعار عن بعد وأغراض البحث العلمي فسيطلق بالتعاون مع الجانب الصيني في الربع الأول من عام 2023 على أن تجمع أجزاء القمر في مركز تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية المقرر الانتهاء منه في شهر أبريل المقبل داخل المدينة الفضائية العالمية التي تقع على مساحة 123 فدانا ليكون المركز التخصصي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية في مجال تجميع الأقمار الصناعية بوزن يصل حتى 750 كيلو جراما مع إجراء الاختبارات البيئية والوظيفية عبر أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد بعقول وخبرات وكوادر مصرية يستهدف المركز أيضا إنتاج أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة وخدمة عدد من المشروعات القومية المصرية التي تعمل الدولة على تنفيرها خلال هذه المرحلة لأن سباق العلم لا يرحم ولأن الدول مطالبة دوما لأن تلحق بركب الحضارات فإن مصر رأت أن لزاما عليها أن تقتحم كل المجالات وصولا إلى مجال الأقمار الصناعية التي تسعى فيه لبناء خبرات وكوادر وتكنولوجيات وطنية خالصة شكرا شكرا